هذه الأشعة ما هي إلا دقائق مادية لماذا؟ لأن لها كتلة وطبعا بما أن هذه الأشعاعات لها كتلة بتعادل كتلة الإلكترون لذلك تعتبر دقائق مادية كذلك في خاصية تانية برضو لها تأثير حراري وتعدص وميد فيه الأنبوبة كيف؟ الأنبوبة بتشبه لامب دنيون في حالة ايه؟ أو الفرمولست لما بتجي توضيق في البداية بتم الواميد ولو لمسنا أنبوبة أشعة المبدن لها ساخنة فمعنى ذلك أن لها أثر حراري بتسخن الأنبوبة كذلك من خاصها تتأثر بالمجالين الكهرابي والمغناطيسي يعني بتتأثر بتنحرف هي أصلا طبيعتها بتمشي بخصوص مستقيمة لكن بتنحرف على مصارها لو عرضتها المجال الكهرابي تنحرف نحو القدب الموجب لأنها سلبة الشعن تمام؟ يعني ده بيأكد أنها سلبة الشعنة تنحرف نحو القدب الموجب أما في حالة المجال المغناطيسي فإنها إيه؟ آآ يتغير أيضا مصارها يعني برضا بتنحرف بس إيه؟ آآ بتنحرف بطريقة أخرى على شكل قطع مكافئ آآ وطبعا آآ معنى ذلك أنها تتغير